أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل تحكيم القوانين الوضعية من الردة بالاعتقاد أو الردة بالفعل هذه ردة عملية من ظن أن القوانين أحسن أو مساوية للقرآن أو أنه مخير أنه إن شاء حكم القرآن أو القوانين هذا مرتد بلا شك أما لو أنها حكمها طمعا في مال أو خوفا من ظالم فهذا يكون ظالا ومرتكبا لكبيره لكن لا يحكم بكفره نذرا للعذر الذي هو عليه إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة